مجلس بلد المحرق وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي تدخل فيها أيضا هيئة البحرين للثقافة والآثار ويشمل المشروع تسقيف سوق المحرق الشعبي وتهيئته للسائرين دون المركبات وتجهيزه بالمواقف الكافية على أطرافه وجوانبه كما تناول المجلس تنظيم المنطقة الخدمية في عراد المعروفة بالمنطقة الصناعية حيث يسعى المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تحديد أوقات فتح الورش وذلك لتجنيب الأهالي الإزعاج الناجم عن ممارسة تلك الأنشطة من جانب آخر تناول المجلس إحالة ملف ميزانية المشاريع في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية ويهدف هذا الطلب إلى التحقق من تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه الميزانية والتي من المفترض أن تتبلور في صور مشاريع في المناطق البلدية بالمملكة حسب ما رأى المجلس ترجمة نانسي قنقر